من جهده دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريس الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الفوري للنازحين في العراق وحث على مواصلة تأمين الظروف اللازمة لعودة من تبقى من النازحين عودة طوعية يكفل لهم فيها الأمان والكرامة مشيراً لأنه رغم أن عدد الإصابات الوقعة في صفوف المدنيين بشهر نيسان الماضي كان الأدنى منذ عام 2012 ما زال المدنيون يسقطون قتلى وجرح على أيدي العناصر المتبقية من داعش في محافظات عدة بينها محافظات الأنبار وبغداد وديالا وكركوك ونينوى وصلاح الدين